ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة العاشرة للمجلس في دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس وفي بداية الجلسة ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة قرب احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وأحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم ثم تلت سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان حيث أكد مجلس الشورى أن مملكة البحرين تشهد نهضة حقوقية وإنسانية مستدامة بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشان المرسوم بقانون بشان تنظيم السياحة حيث قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشان مشروع قانون بشان الاسكان المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب وذلك نداء بالاسم وأخذ الرأي النهائي على مشروع بصفة مستعجلة وارساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم منح المرسوم هيئة البحرين للسياحة والمعارض صلاحية فرض جزاءات إدارية بحق كل من يخالف أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 وكذلك القرارات المنفذة لأحكامه وصلاحية نشر بيان المخالفة عند ثبات قوةها كذلك تحديد المخالفات عند ارتكابها بما يترتب عليها من قرامات إدارية وكذلك تنظيم التظلم إلى الوزير الذي يصدر قرارا استنادا على أحكام المرسوم رقم 15 لسنة 1986 وأيضا تعديل القرامات في المادة رقم 11 مكرر تم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان تضمن مشروع القانون بتحديد الخدمات الإسكانية التي تقدمها مزارة الإسكان لذوي الدخل المحدود لتوفير طبعا السكن الملائم وأيضا إعطاء الحق لوزير الإسكان بإضافة أي خدمات أخرى في سبيل توفير السكن الملائم في أقصر وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر